لم يفكر تيرو سوغيورا يوماً في التقاعد وهو في السادسة والثمانين من عمره لا يزال يعمل أربعة أيام في الأسبوع ويتولى تصلح الأبواب التقليدية اليابانية المعروفة باسم الشوجي لن أستفيد شيئاً من مجرد تمضية الوقت في المنزل هنا على الأقل أستمتع بالعمل وبرفقة زملائي وتيرو هو واحد من بين أكثر من سبعة ملايين متقاعد عادوا إلى العمل ما أدى إلى إنشاء وكالات لتأمين وظائف مؤقتاً لمن هم في سن التقاعد وربع السكان في اليابان تخطوا الخامسة والستين من العمر ويأكبر نسبة من بالغي سن التقاعد في بلد واحد في العالم وقد انعكس ذلك بالتالي وفرة في اليد العاملة يستفيد منها البلد بكامله على ما يرى بعض الخبراء الاقتصاديين زيادة عدد العمال ستؤدي إلى زيادة عدد المستهلكين وهو ما سيحرك بالتالي عجلة النموي الاقتصادي من حيث العرض والطلب على حد سواء ويسعى كبار السن إلى استرجاع الروابط الاجتماعية التي تنشأ في مكان العمل الذي يعتبر بمثابة المنزل الثاني في اليابان غير أن المردود المالي يشكل بدوره دافعا للعمل وتايكو ميشي ما عاودت نشاطها قبل سبع سنوات وهي اليوم في الرابعة والسبعين وتتحسب لمستقبلها نظرا إلى أن راتبها التقاعدي لا يكفي لتأمين الرعاية الصحية لها في دار للمسنين كلفة الرعاية الشاملة تراوح بين ألفين يورو وألفين وخمسمائة شهريا وراتب التقاعدي لا يغطي هذه الكلفة لذا أدخر ما أكسبه هنا تحسبا لأي أمر طارئ وللحكومة اليابانية أيضا حساباتها التي تأخذ في الاعتبار الحياة المديدة لليابانيين فهيست ترفع سن التقاعد في نيسان أبرينا المقبل إلى 62 عاما على أن تصبح 65 عاما بحلول سنة 2025 ترجمة نانسي قنقر